لن نغادر ونترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة بالشراكة معكم جميعا على الرغم من السلام البارد الذي بدى في لقاء الأمير السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن بعد سنوات الجفاء بين الرياضي وواشنطن إلا أن سخونة الأحداث والملفات في المنطقة فرضت نفسها تمت الزيارة أخيرا والتي سعى ومهد لها سيد البيت الأبيض منذ فترة وتعد الأولى له منذ توليه الرئاسة بايدن أكد على الهدف الأبرزي من الزيارة المتمثل بتعزيز المصالح الأمريكية وهو ما عبر عنه بإصلاح خطأ تقليص التأثير والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط في إشارة لسياسة سلفه دونالد ترامب بالإضافة للتعاون في حل حالة العديد من القضايا الملحة في المنطقة فمن الارتفاع الجنوني في أسعار النفط الذي اقترب من مستواه القياسي ورغبة واشنطن في دفع السعودية لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار إلى الشأن الإيراني والرؤية المشتركة لكل البلدين في ضرورة منع طهران من التدخل في شؤون الدول ودعمها الإرهاب من خلال ميليشياتها التي ترسلها وتهديدها أمن المنطقة والتعاون لتعزيز ودعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن انتقالا إلى كسر الجمود الذي دام سنوات لإصلاح واحدة من أهم العلاقات الديبلوماسية في العالم كما يراها مراقبون وليس آخرها تذليل المخاوف الأمريكية من التحول الخليجي لتحالفات مع الصين وروسيا خاصة في ظل مؤشرات على الرغبة الخليجية بتنويع الشركاء الدوليين ومصادر الأسلحة لها ولطالما شكلت المملكة حليفا إقليميا مهما للولايات المتحدة بكونها المورد الأقوى للنفط والمستورد الرئيس للأسلحة الأمريكية بمليارات الدولارات فهل تطوي هذه الزيارة صفحات القطيعة التي استمرت لسنوات بين الرياضي وواشنطن وكيف ستنعكس هذه العودة على المنطقة والشرق الأوسط على وجه التحديد ترجمة نانسي قنقر